بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قيمة إيمانية رصينة هي سر قبول الأعمال عند الله عز وجل قيمة الإخلاص يقول الحق سبحانه وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فما هو الإخلاص؟ الإخلاص في أدق معانيه هو أن تتوافق حركة جوارحك مع انفعال قلبك المعنى هنا أن الجوارح لا حركة التصرفات التي تأتي في صورة قول أو فعل أو سلوك أو تصرف أو تعبير كل ما يصدر عن هذه الجوارح يسمى حركة حياتية وهناك انفعال للقلب فإن وافقت حركة الجوارح مع ما في القلب فهذا هو الإخلاص هذا هو عين الصدق أما إذا خالف حركة الجوارح مع ما في القلب فهذا ليس بصدق ومن ثم ليس بإخلاص فالإخلاص فرعه والصدق والإخلاص أن تتوافق حركة الجوارح مع انفعال القلب كيف يكون الإنسان مخلصا إذا كان صاحب قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم متى يكون القلب سليما إذا كان خاليا من الرياء والنفاق؟ لماذا الرياء والنفاق؟ لأنهما يحبطان العمل من أين يأتي العمل؟ من حركة الجوارح كما ذكرنا في بداية اللقاء ولذلك هذه الجوارح لها وظيفة اللسان جارحة ووظيفة هذه الجارحة أن تتكلم اليد جارحة ووظيفتها أن تعمل وهكذا كل الجوارح لها وظائف القلب أيضا له وظيفة ما هي وظيفة القلب؟ مع اعتبار أن عمل القلب لا يرى ولا يسمع عمل القلب هو الإخلاص كل هذه الجوارح لها مجال في الطاعة ولها مجال في المعصية كذلك القلب له مجال في الطاعة وله مجال في المعصية هذا اللسان الجارحة ووظيفته أن يتكلم ربما يتكلم بخير ربما يتكلم بصناعة الجمال ربما يتكلم بثقافة الألفة ربما يتكلم بثقافة التعمير وهكذا وربما تكلم أيضا بأن يتناول آخر بالسب والشكن والإيذاء وغير ذلك إذن اللسان جارحة هذه الجارحة لها وظيفة قد تكون هذه الوظيفة في طاعة وقد تكون في معصية كذلك اليد جارحة وظيفتها أن تعمل لكن ربما يستخدم الإنسان هذه اليد في أن يبطش بها الآخرين إذن كل جارحة لها مجال في الطاعة ولها مجال في المعصية القلب أيضا له مجال في الطاعة وله مجال في المعصية ومجال معصية القلب هو الرياء والنفاق أما مجال الطاعة فهو الإخلاص فنحن نستطيع أن نكف كل الجوارح عن مجال معصيها إلى مجال طاعتها إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الإنسان منا ربما يصاب بمرض أو اتلاء أو داء نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا هذا المرض هو مرض مؤقت لماذا؟ لأنه قد يزول بالدواء إلا إذا تفاقم الأمر فإنه يزول بالموت إذن المرض الذي يصيب الجسد الداء الذي يصيب الجسد هو داء مؤقت هو مرض مؤقت وعلى كل حال سيزول هذا الداء إما بالدواء وإما إذا تفاقم الأمر بالموت أما إذا أصاب القلب عطب هذا العطب وهذا الخلل سيظل معك أبدا أي في الدنيا وفي الآخرة لماذا؟ لأن العمل الذي تقدمه لله عز وجل ما دام هذا القلب يمتلئ بالرياء والنفاق والحقد والبغض والكرهية وما شابها هذه الرذائل فاعلم أن هذا العمل هو عمل غير مقبول عند الله عز وجل ولذلك قال العلماء العاملون إذا قدم الإنسان عملا لله عز وجل فإما أن يكون هذا العمل حيا عند الله وإما أن يكون هذا العمل ميتا عند الله عز وجل ما معنى أن يكون العمل حيا عند الله أي مكتوب عليه القبول وما معنى أن يكون العمل ميتا عند الله أي مكتوب عليه عدم القبول ما سر قبول الأعمال ما سر حياة الأعمال ما سر عدم قبول الأعمال ما سر موات هذه الأعمال السر في الإخلاص ولذلك الإخلاص سر أودعه الله عز وجل قلب من أحب ومن تتبع آيات القرآن الكريم وقرأ جيدا في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدوا أن الشرع الشريف كان يأمرنا دائما بأن نحسن في الأعمال وأن نجعل كل أعمالنا مبتغين فيها وجه الله عز وجل حتى تكون مقبولة بل إنها ستثقل موازيننا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل وتصرف وسلوك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم